المشاهدين الكرام فقرات متنوعة ومختلفة وفي ثقافة دائما الانشودة الملتزمة فنانون في الظلم من اجل حديث اكثر حول هذا الموضوع سعد باستضافة الشاب بيسين صحراوي موشيد هاوي صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا بكم كل الشكر لكم على هذه الاستضافة في هذا البرنامج القيم الذي فتح مصراعيح على استقبال المواهب الشابة اينما كانت وحلت فكل الشكر لكم ولكل الطاقم العامل معكم في هذا البرنامج نعم انت شاب من ولاية المدية نعم ياسين صحراوي 22 سنة طريب جامعي سنة ثالثة لصنص تخص ارتوفونيا بجامعة الدكتور يحيى فارس بمدية عندي عدة شهادات في الصحافة والاعلام نخدم مجال التنشيط والانشاد ايضا الانشاد نتكلم عن فن الملتزم الانشاد دائما وحدثنا عن الابومات الخاصة بك في الانشاد مسيرتك في الانشاد ايضا مسيرتك بدأت منذ الصغر يعني منذ الصغر عندي المغيبة كان لي تشتيع من طرف الاولياء نجلهم تحية من هذا المنظر الاساتي ذاتي يعني كنت نشط مختلف الحفلات التي كانت تقام في الثانوية او المتوسطة كيوم العلم وغيرها لما انتقت للجامعة احتكيب بنوادي جامعية عطت لي قفزة ودفع لانه يعني انت لحد الان هاوي نعم لحد الساعة انا هاوي من شوني شاف يعني عندك انه عندك هاد الموهبة في الانشاد واللي شجعك ربما على انك تكمل وتواصل في الانشاد اولا يعني الوالدين هما اللي شجعوني باسكو الاب ها شافية الموهبة وعطالي الدفعة وثانيا الاساتي ذات توعي يعني كانوا دايما يحبوا يسمعوا الصوت التاعية كانوا دايما يشجعوني باش نقدم اكثر في هذا المجال قالوا لي بني لازم تبين الموهبة ما تخليها شاك ذاك مقبرة والحمد لله اللي مبديت والحمد لله الآن انت تنشط في نادي معين نعم في الجامعة نعم محتكي بنوادي يعني مختلف الحفلات اقوم بتنشطيها في الجامعة على مستوى ولاية المدية على مستوى ولاية المدية حتى اليوم يعني اصبح نوادي من العاصمة يبحثوني دعوات باش نشط الحفلات بتستقام في النوادي العلمية للأطفال لفائدة الأطفال هل في هناك دعم للمنشدين تاك شاب يعني تشوف انه حتى ربما النادي ثقافي او المركز الثقافي المتواجد في المدية هل في هناك احتكاك بينك وبينهم هل في هناك دعم ايضا من قبل الوزارة الوسياء وزارة الثقافة يعني الله صراحة يعني الإنشاد لم يلقى حقه خلافا للعالم العربي أو الطبوع الأخرى لا في العالم العربي عنده حق قليلا في المشرق عنده لكن في الجزائر الجزائر لم يأخذ حقه يعني بيأتم المعنى يعني مختلف الطبوع عندها حقها لكن ل الأسف الإنشاد معظم المنشدين يقول لك بل لي حقنا مزام الدين آر وهذا ما شاهدناه أنه العديد من المنشدين لما راحوا انتقلوا للمسابقات الإنشاد في المشرق العربي بعض الدول العربية يعني القاو دعمه القوة وبرزوك وشرفه الجزائر أيضا غير المثال ذلك المنشد اسكندر من ولاية مدية شارك في مسابقة منشد الشريقة والحمد لله حقق نتائج قياسية هذا اللي يبين بالمجال الانشاد مزال مخفاش حق وبيكن بصريح العبارة نعم احكينا على خطواتك في هذا المجال هل احتكيت بمحترفين في الانشاد؟ نعم هل بديت في المجال الانشاد كنت محتك بمنشدين يعني اعطاولي القفصة يعني نصحوني باش نقدم بما انه عندي صوت لازم نبردك الصوت مخليهش غير هكذاك الحمد لله بديت واحتكيت منشدين كبار على غير المنشد الكبير بالعالية بن ذهبية ومولي مروين مصطفى من ولاية مدية وعلى غير عدة منشدين عندي تواصل معهم دائما صراحة يقدموا لي نصائح ارشادات باش نحسن مستوى الصوت التاعي للأحسن والحمد لله اليومان نأدي كوفر لعدة انشيد وعدة فنانين وكسب تفاعل الجمهور الحمد لله الانشاد يستلزم ايضا قواعد انك تمشي عليهم وفيما يخص قواعد الموسيقية هل درست الموسيقى حدثنا اكثر نعم هذا هو المشكل اللي رايقني خاصة في ولاية مدية ما عندك شوين تدرس الجوانب الموسيقية ما كاشوين يعني غير الاحتكاق ببعض المنشدين اللي دائما يقدموني نصائح من غير ذلك ما عندك شوين تدرب خاصة في ولاية مدية انشطة ثقافية في الانشاد نقص قليل جزيلا في الولايات مدية مقالنة بولايات اخرى والله يعني خاصة في الجامعة اريد التغيير العاصمة لك اريد اكثر خاصة انه في العاصمة وجه العديد من الدعوات من طرف فرق موسيقية باش ننضم لهم الان مواقع تواصل اجتماعي اذا ساهمت في التكوين ايضا على الاقل تتعلم نعم اكيد المواقع نستغل منهم طبعا الانشاد يكام نحط في مواقع تواصل اجتماعي طبعا ندي بعض كم نقول لك الارشادات ونصائح عن طريق اليوتيوب براكين فيديوهات تعلمنا مقامات ندوا بعض النصائح ونطوروا شوي اشياء اكتسبت جمهور من خلال والله الحمد لله صراحة الجمهور اللي را عندي اليوم وانش مستق اني را عندي هذا الجمهور كم كم عندك متابعين يعني في الفيسبوك حولي اربعة الاف انستغرام حولي ثلثة الاف اليوتيوب الف يعني الحمد لله في ظرف ثمانية اشهر هذا الشي يشجع ويشرف نعم الكل يشجعك عبر التعليقات اكيد والله الحمد لله يعني جمهور خبير يدعم فينا والحمد لله يا ربي ولما تشاهد انتقادات كيف تطعم اكيد تلك الانتقادات نملي عليها يعني سلم للنجاح الانتقادات هي لتوصل الانسان باش يقدم اكتر في المجال يعني دائما لازم نتبع الانتقادات باش نبنو للنجاح اكيد الانتقادات هي اللي تعطيك القفزة للامام اكيد نسمع شوية مقطع او انشودة اكيد انشودة كشوق الليلي للمنشيد محمد العماري نعم تفضل كشوق الليلي كشوق الليلي لضوء القمار كعشق اليباب لقطر المطار نجيء وفي راحتين الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمار كعشق اليباب لقطر المطار نجيء وفي راحتين الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحيا وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحيا وفينا ضعيف الجناح انكسر آه 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 fee وطفلٌ فقيرٌ طواه الاسا ينام وفي مقلتيه الضجار سنمساح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر ونودع في الأرض بدر النمى ليريق أجرا بهي الثمار إذا المرء يدرك سر العطاء لأنفق في المدى والعمار شكرا جزيلا لك دائما الفن النبيل والفن الملتزم له رسائل من كل أنشودة تقدم رسالة هادفة نحن دائما المنشدين من أنشدتنا قد بود دائما رسالة هادفة رسالة هادفة المجتمع يستد منها المجتمع ولذلك يقولوا الفن الملتزم صحيح نتكلم عن المنشدين لماذا أنتم كمنشدين أنت كمنشد هاوي تتبعون طبوع المشرقية أنواع الإنشاد أو الأنشيد المشرقية مع تحياتنا أكيد لكل المنشدين المشرقيين ولكن هناك طبوع وأنواع لأنشيد مغاربية طبعا لماذا تتوجهون دائما لنمط المشرق؟ يعني أنا صراحة أنشيد المشرق منذ الصغر منذ الصغر نحب نؤديها يعني ساكنا في قلبي أنشيد المشرق صراحة يعني منذ الصغر كنا نتبعوا أنشيد لمحمد بشار مهرزين حبوا هذه المنشدين ولذلك خلونا ذاك الأثر خاصة أنشودك الشوق الليالي حق نجاح كبير وعندها رسالة هادفة الأطفال الفقراء للمجتمع كما يقولوا الحقرة في المجتمع يعني عندها فن عندها رسالة هادفة على ذيك الفن الملتزم هذا والأنشيد المشرق عندها رسائل كبيرة تخلي إحساس وآثر في المستمع الذي نحبه وننتبعه نعم حتى الطبوع المغاربية أيضا والأنشيد المغاربية لها أهداف ولها رسائل لها شيء يميزها عن المشارقة لماذا في رأيك الأنشيد المغربية ما لقاتش رواج كبير في العالم مثل الأنشيد المشرقية ربما يعني في هذا الجانب ربما نوع الأنشيد ربما الرسالة التي تأديها الأنشيد ربما كمية الإحساس التي تتركها الأنشودة في أذن المستمع يعني الأنشودة طبعا إذا كانت فيها مشاعر إذا كانت فيها أحاسيس إذا كانت فيها رسالة هادفة نبيلة حتى وصلها للمجتمع يكون عندها أخرى وبالتالي تنجح تلك الأنشودة على ذلك المنشيدين تلقى هم يشوفوا نوعية الأنشيد اللي حبوها المجتمع اللي ناجحة بزاف لو نروحوا الوسائل التواصل الاجتماعي يوتيوب أو ما شبه ذلك نصيبوا أنشيد المشرق عندها متابعين بزاف عندها يعني كي يقول لك دعم كبير مقارنة بأنشيد المغرب أو ما شبه ذلك نعم فقط لو تعطينا مقطع فقط من أنشودة مغاربية خليني يقول جزائرية شبه مغاربية قموا قموا تمداح لله نعم نقطع صغير نعم قموا قموا تمداح لله أي العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله أي حضر فيها برسول الله قموا قموا تمداح لله أي العاشقين في رسول الله هذه ساعة من ساعة الله أي حضر فيها برسول الله 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 مولانا الله الله مولانا الله الله مولانا عفو يا خالقي علينا نعم حتى الطابع المغاربي جميل جدا مقارنة بتتكلمت أنه الأنشيد المشرقية عندها لمسة خاصة ولكن أعتقد أنه حتى الأغاني أو الأنشيد المغاربية والجزائرية عندها مضاعف لمسة خاصة ويميزها على الأنشيد هذا نظرا لاختيار الكلمات ومقامات أندلوسية أندلوسية خاصة وناترة أكيد طبعا وشاطر في هذا ربما لا تتعمق أكثر في الطابع الأندلوسي والله فعلا يعني جل اللي يسمعني قل لي بلي عندك لمسة في الطابع الأندلوسي قالوا لا ما تزيدش في المؤانة تذكرني أدي إشارات الكارتون ولا الأنشيد قالوا لي زيد الطابع الأندلوسي وراح نكون نخدم عليه إن شاء الله برب إذن الله نعم ما حاولش أنه تحتك بشعراء في الجزائر من أجل دعمك أيضا ومن أجل إصدار أنشيد خاصة بيئة تراث الجزائر أكيد يعني كان اتصالات كان اتصالات كبيرة من عدة شعارة على غير الشعر حمد عبد العزيز مجل التاحية بمنبر معظم الكتاب يبحثوا لي قلوا لي نطوك أنشيد بكتابتنا ومتت تأديها لكن كان صعوبة في التلحين وكان صعوبة في الأداء الموسيقي يعني مش غير كبير من أخذ مؤنشودة يعني والحمد لله ذكر أكتب لي مختص في مجال الأورتفونية أكتب لي أنشودة حول ذوي الإحتياجات الخاصة لأنه أنا تخصص تاعي أورتفونية نعاجه في أهل هشة في المجتمع أطفال التواحد والمصابي بتأتي أتخل في الذين يعني عسر القراءة عسر الكتابة يعني ستكون هذه الأنشودة جديدة في طابع الإنجاز إن شاء الله بيش نقدموها لهذه الفئة إن شاء الله نعم حتى عندك احتكاك مع الأطفال أكيد ما ركش تخمم أنه تكون على الأقل جمعية حتى وأنك صغير وشاب وهاوي جمعية خاصة تدمش فيها أيضاً اللي عندهم خبرات في هذا المجال وتجمش فيها أيضاً الأطفال ودائماً في إطار الإنشاد والله هالفكرة خممتها يعني مقبل خاصة أنه هناك اقتراحات مع عدة جمعيات باش نفتحها مركز في أنديام لأنه هذه الجمعيات وطنية عندها فروع في عدة ولايات طاولي فكرة باش نكون نفتحها هنا فرع يعني الأطفال هما البسمة هما البهجة توانا كنت في مجال الإنشاد فقط لك على جلهم بفت اللمسة على الأغاني الكارتون حتى النوادي اللي يعيطوا لي نوادي علمية في مختلف الحفلات كيناير وروحة النشطة نؤدي لهم أغاني الكارتون مع الإنشاد ندمج لهم لأنه خاصة نتخصص تاعي نحب الفئة الأطفال يعني هذه الواعية تجذب أكثر الأطفال أكيد تجذبهم خاصة أغاني الكارتون يحبوها بزيز ولقيت دعم كبير على أغاني الكارتون قبل الأطفال نعم لما تقوم بهذه النشطات في هذه المناسبة الدينية تأخذ عليهم أجر؟ لا مجالا حد الساعة ما نشنأخذ أجر ومع الفريق؟ ما عنديش فريق نخدم واحدة أنا واحدك تخدمدون؟ لست محتك بأي فرقة حد الآن رأني لا بسعنة تحتاج فريق موسيقي؟ أكيد أكيد فريق الموسيقي نحتاج عدنا يعني في مدينة البرواغية في ولاية تندية كان الشخص هو للدالي كوفر في أمشودة سوف نبقى هنا يعني أيضا هو إنسان هاوي وره يطلع تدريجيا يعني ربما راح يكون فرعا من الجانب الموسيقى راح يدخل معنا في مجال الموسيقى راح نكونه فرقة إن شاء الله بروب نعم مثل ما انترك تنشط في ولاية المدية هناك العديد من الشباب على غيرك ينشطف في ولاية الجزائر الجزائر غنية بموروث ثقافي متعدد من منطقة إلى منطقة نتكلم عن الإنشاد في الجنوب ليس نفسه الإنشاد للشمال في الشرق في الغرب الجزائري هل في هناك تواصل واحتكاك بينك وبين شباب أكيد والله عندي تواصل كبير مع مختلف الشباب الموهوب صاعد يعني مواهب كما نقولون مقبورة جدا مقبورة في عدة ولايات عندي أصحابي من بسيلة من شلف من غرداية من البوليدة يعني مواهب جد مقبورة للأسف اللي ملقاتش ذاك الدعم ملقاتش ذاك الاهتمام نمرنا مع بعض الأحيان نقوم بعمل ثنائي معهم يعني والحمد لله نعم نتمنى لك كل توفيق يا سيد صحراوي فقط ننبه وننوي أنه حتى الوالد كان من هو اللي شجعك أكيد طبعا يعني الوالد دائما هو اللي كان يطيري قبسة كان دائما يطيري نصائح إرشادات خاصة هو يعمل في المركز الثقافي يعني عندهم هذاك الاهتمام بالموهوبين والأساتذة يعني كانوا دائما يحبوا يسمعوا صوتي يعني في المدرسة خانها اللي ندخلوا يقولوا لي حتى تأدينا ونشودها بش نبدأوا الضرف نعم بتوفيق لك يا سيد صحراوي منشد هاوي وبتوفيق أيضا لكل الهواد في هذا المجال المجال الذي نأمل